السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلوه على النبي واذكر الله اصدقائي بهذا الفيديو راح نتكلم عن طريقة الدخول الى اعدادات الروتر مهما كان نوع الروتر عندك ومهما كان نوع جوالك فعن طريق جوالك راح تستطيع الدخول الى اي نوع من انواع الرواتر وايضا تغيير مثلا الاسم او حتى كلمة السر وتغيير اعدادات الروتر كيف هذا الشيء يتم بطريقة سهلة وبسيطة جدا كل ما عليكم متابعة اشرح الى النهاية لمعرفة كافة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وعدنا جديد من اجل اكمال الشرح قبل البداية جماعة اتمنى منكم في حال كنت اول مرة بتجوه في الديهات مع القناة فابتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد عم نزل مشروعات والمشكلات التقنية بالاضافة انه هاد الشيء بساعدنا كتير لنوصل ل الاثنين مليون مشترك وايضا زر اللايك هاد الشيء كتير بحفزنا بساعدنا انه نستمر معكم الان جماعة كنا عم نحكي الموضوع الدخول الى اعدادات الروتر فانا بحاجة الى تطبيق رابط تحميل التطبيق تلاقو في الوصف باذن الله هذا التطبيق بيساعدك بيختصر عليه كتير اشياء انت لازم تقوم فيها قبل الدخول الى اعدادات الروتر عن طريق المتصفح فبحمل التطبيق والتطبيق حجمه بسيط وبيساعدك كتير وبيختصر عليه كتير وقت وكتير جهد بعد تحميل التطبيق من لاحظ انه تطبيق بيعطينا عنوان الاي بي الخاص في الروتر اللي بنواجه احيانا كتير صعوبي بالحصول عليه في الحالة العادية ولكن التطبيق بيعطينا عنوان الاي بي متل ما انا شايفين وبيعطينا اليوزر والباسورد اليوزر والباسورد ان هدول بيستخدمهم للدخول الى اعدادات الروتر وليس يوزر او باسورد الشبكة اللي بينشر الروتر هدول بيستخدمهم من اجل دخول الى اعدادات الروتر باختلاف نوع الروتر او شركة الروتر المصنعة فبيختلف اليوزر والباسورد ولكن هالتطبيق بيساعدك لمعرفة اليوزر والباسورد الخاص في كل راوتر حسب نوعه فتلقائيا هو بيعطيك اليوزر المناسب والباسورد المناسب فبحفظهم وبعدها بضغط على فتح أعدادات الراوتر يفتح معي بهذه الطريقة بقوم بإدخال اليوزر اللي هو أدمين وبعدها الباسورد أيضا أدمين وبعدها بعطي دخول فبيفتح معي أعدادات الراوتر مثل ما أنا شايف عندي قائمة الأعدادات وفينا غير شو ما بحب مثل الاسم أو كلمة السر أو حتى كثير من الأعدادات غيرها هاي الطريقة جماعة من نتسفيد منها ودمتم سالمين